يقول كيف تحسب الفدية وهل يجوز صرفوها إلى مسكين واحد هذا هو السؤال الأول الفدية كما علمنا وكما نعلم الفدية الثواب والفدية ليست كفارة وليست مسألة تأديبية يؤدي بالله سبحانه وتعالى بها المفطرة في رمضان لا هناك فرق بين الفدية وبين الكفارات الفدية يعني من الممكن أن نقول بأنها عبادة عبادة الإنسان يتعبد بها لله سبحانه وتعالى عبادة مشروعة أما الكفارة هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى لأنه أوقع نفسه في محظور أو لأنه تعدى حدا من حدود الله عز وجل الفدية طبعا كما ذكرنا وكما وضحنا أن المرأة الحامل وأن المرأة المرضى لا صوم عليهما وإنما يلزمهما الفدية لماذا؟ لأن المرأة الحامل ولأن المرأة المرضع ولكذلك لأن المريض الذي لا يرجع برء لأصحاب الأمراض المعضلة والشديدة وكذلك أصحاب الأعمال الشاقة الذين تستمروا أعمالهم طوال أيام العام وكذلك الشيخ الفاني أي الكبير في السن وكذلك المرأة العجوز كل هؤلاء لا صوم عليهم بل أباح الله تعالى لهم الفطرة في رمضان وعليهم الفدية الفدية تختلف من إنسان إلى آخر بحسب الغنى والفقر يعني مثلا لو كان غنيا وربنا سبحانه وتعالى زاد له في المال والعطية فعليه كما قال الله سبحانه وتعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله يعني لو كان غنيا ممكن الفدية تكون مئة أو مئتين أو أكثر بحسب غنى لو كان حالة المادية فيها توسط يعني أقل حاجة ثلاثون جنيها أو أقل حاجة من وجهة نظري خمس وعشرون جنيها ده أقل شيء طب لو واحد بقى مثلا الفقير معدم ولا يملك شيئا والمبلغ هذا كبير عليه ممكن ينزل إلى خمسة عشر ممكن إلى عشر جنيهات لا أظن بحال من الحوال أنها تقل عن عشر جنيهات لكن لمين للفقير المعدم للمسكين الذي قال الله تعالى عنه أو مسكينا ذا مطرابة يعني التسق بالطراب كناية عن الفقر الشديد لم يجد شيئا من متاعي هذه الحياة إذن الفدية مشاهدية الكرام تختلف من إنسان إلى آخر بحسب الغنى والفقرة انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وإجمالا نقول لا يكلف الله نفسا إلا أسعها